أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين خلال اجتماعه مع الرئيس الأوكراني بأن الولايات المتحدة ستظل حليفا مخلصا لكييف ومن جانبه شكر فولاديمير زيلنسكي الرئيس الأمريكي والكونغريس والشعب الأمريكي على حزمة المساعدات واسعة النطاق التي تمت الموافقة عليها مؤخرا لأوكرانيا بشأن حزمة المساعدات العسكرية والذي أعتقد أنه مهم لكل الجانبين يجب تسليم هذه المساعدات في أسرع وقت ممكن نحن نتحدث عن ضمة الدفاع الجوي أولا وقبل كل شيء هذه هي المشكلة الأكبر بالنسبة لنا نحن نحق بحاجة اليوم إلى نظامي باتريوت لمنطقة خاركيف لأن الناس يعانون باستمرار من القصف والصواريخ الروسية ومن جانبه وعد بلينكين بأن المساعدات العسكرية المقدمة من واشنطن ستصل قريبا إلى أوكرانيا تمت الموافقة على المساعدة وهي في طريقها بالفعل ستصل قريبا إلى أوكرانيا سوف تساعد في محاربة العدوان الروسي في ساحة المعركة ونحن مثل العديد من شركاء أوكرانيا نعتقد أنكم ستحققون النصر في ساحة المعركة ومن المهم أيضا أن تعود أوكرانيا للوقوف على قدميها بمرور الوقت سواء دموقراطيا أو اقتصاديا وستكون حرة ومزدهرة وستكون هذا أفضل رد على بوتين أوكرانيا ستكون قادرة هذا الصيف على استخدام أسلحة جديدة بعيدة المدى على الجبهة حسب ما صرحت به نائبة وزير الخارجية الأمريكية السابقة فيكتوريا نولاند وهي على يقين أن واشنطن تسعى جاهدة إلى إعداد كييف عسكريا واقتصاديا وسياسيا حتى تدخل المفاوضات من موقع قوة ولكي يفهم بوتين أن هذه الحرب هي حرب خاسرة بالنسبة له وأن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق وفقا لبعض التقديرات يموت حاليا ألف مقاتل روسي يوميا على الجبهة فقط من أجل التقدم بضع كيلومترات والاستلاء على عدة قرى لذا نعم احتياجات أوكرانيا آخذ في التزايد وأعتقد أننا سوف نستمر في مساعدتها بما في ذلك الأسلحة الجديدة وطويلة المدى والتي ستكون على جبهة القتال في هذا الصيف وستعلن واشنطن خلال الأيام المقبلة عن نقل حزمة جديدة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا حسب ما أعلنه مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان حيث ستصل بعض الأسلحة إلى ساحة المعركة في الأيام المقبلة ما سنراه هو التضفق المستمر للأسلحة أسبوعا بعد أسبوع سيكون لدينا ما نطلق عليه حزمة أخرى من المساعدات الرئاسية في الأيام المقبلة لأننا نحاول حقا تسريع وطيرة عمليات التسليم مدركين أن التأخير في وضع أوكرانيا في وضع خطير ونحاول إخراجهم منه في أسرع وقت ممكن وقال سوليفان أن الحلفاء يتفاوضون بشأن توريد المزيد من منظومات باتريوت إلى أوكرانيا وتبحث واشنطن أيضا عن أنظمة دفاع جوية أخرى مع الحلفاء لتزويد كييف بها أعداد يوليو بيل لقناة تيفي عربية ترجمة نانسي قنقر